قصص الآيات قصة موسى عليه السلام والعبد الصالح طلب موسى عليه السلام من العبد الصالح أن يعلمه شيئا يسترشد به في حياته ويصيب به الخير في دينه وآخرته فقال العبد الصالح لموسى إنك إذا اتبعتني ورافقتني فلن تستطيع معي صبرا وكيف لك أن تصبر على أمور ستراها مني ظاهرها أنها منكرات عظيمة وباطنها لا تعلمه لأن الله لم يطلعك عليه فقال له موسى ستجدني إن شاء الله صابرا معك غير معترض عليك ولا أعصي لك أمرا من الأمور التي تكلفني بها فاستحبه العبد الصالح في رحلة تعليمية وانطلقا يمشيان على ساحل البحر فمرت سفينة فكلموهم أن يحملوهم فعرفوا العبد الصالح فحملوهم بغير مقابل فلما ركبا في السفينة فإذا بالعبد الصالح يخلع أحد ألواح السفينة فتفاجأ موسى عليه السلام من صنيعه وقال له قوم قد حملونا بغير مقابل عمدت إلى سفينتهم فقرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا فقال له العبد الصالح ألن أقل إنك لن تستطيع معي صبرا فاعتذر منه موسى عليه السلام فقال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا ثم خرج من السفينة فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصر العبد الصالح غلاما يلعب مع الغلمان فأخذ رأسه بيده فاقتلعه فقتله فقال له موسى أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا فقال له العبد الصالح ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا فقال له موسى عليه السلام إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا ثم تابع مسيرهما حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه بيده فقال موسى قوم أتيناهم فلم يطعمونه ولم يضيفونه لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال له العبد الصالح هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا قصص الآيات قصص الآيات